اختتمت يوم أمس الخميسة دورة الخميسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة والتي دامت لثلاثة أيام وقد وقعت خلالها الصين وجامعة الدول العربية بينا مشتركا في مجالات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة المتجددة والاستخدام السلمي للطاقة النووية وغيرها من المجالات وذلك من أجل تسريع التقاء قدرة الإنتاج بين الصين والدول العربية شهد المؤتمر تبادلات وحوارات متعمقة بين ممثلين من الجانبين الصيني والعربية حول موضوعين رئيسيين هما كيفية بناء طريق الحرير للطاقة وابتكار واستكمال البيئة المالية وقال رئيس ممثلية جانب الصيني في المؤتمر ونائب مدير الإدارة الوطنية للطاقة لي فان رونغ إن الصين والدول العربية توجه حاليا فترة حاسمة من التطوير وإعادة الهيكلة ويتعاين على الجانبين توسيع مجالات وترق التعاون في مجال الطاقة فيما يتعلق بحاجة أو ما تتوقع الدول العربية من جمهورية الصين في مجال التعاون في قطاع الطاقة فالدول العربية كما يدرك الجميع لديها مصادر هائلة من الطاقة خاصة النفط والغاز وجمهورية الصين تعتبر السوق الأول للمنتجات العربية في مجال النفط والغاز من هذا المنطلق يفترض أن يتعزز التعاون بين البلدين لتنمية هذا المسار بعد هبوط أسعار النفط الخام فليس في صالح تنمية الدول العربية الاعتماد فقط على الموارد لاحظنا أنها بدأت في تطوير صناعة تقرير النفط والصناعات الكيموية ونحن نريد أن نقدم تقنياتنا وقدراتنا في هذا المجال لمساعدتها على تحقيق التنمية وإعادة الهيكلة وتحقيق التنمية المشتركة ووفقا للأحصاءات شهدت الفترة بين عام 2003 وعام 2013 ارتفاعا في حجم اتجارة بين الصين والدول العربية بما يقرب من تسعة أضعاف لتبلغ 239 مليار دولار أمريكية مع تشكيل الطاقة الجزء الأهم من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين